موسيقى من الجزائر الدولية النشرة الرئيسية وتتابعنا في عنوينها موسيقى سبع مجازر ترتكبها قوة الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في القطاع خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية تخلف تسعة وستين شهيدا استهداف نازحين ينتظرون المساعدات بدوار الكويت وسط غزة يخلف ستة شهداء وعشرات الجرحى موسيقى غارة صهيونية على مستودع للأنروا يرفع أو برفح تخلف استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم موظف في الوكالة والمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يؤكد أن آلاف المصابين بالأمراض المزمنة يواجهون حكما بالموت البطيء موسيقى الاتحاد الأوروبي يؤكد أن هناك مناطق في غزة تشهد مجاعة بالفعل ويطالب الاحتلال الإسرائيلي بفتح معابر تعزز وصول المساعدات وبرلمان الاتحاد يصادق على قرار يدين تعطيل الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة موسيقى عركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس تدعو إلى تصعيد شامل للغضب ضد الاحتلال إسماعيل هنية يؤكد أن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان وجيش الاحتلال يعترف بمتاعب يتعرض لها ميدانيا أمام صمود المقاومة موسيقى ساعات قبل الانتخابات الرئاسية في روسيا بوتين يدعو إلى مشاركة قوية إظهارا للروح الوطنية الحرب في أوكرانيا ومواجهة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية في قلب المعركة الانتخابية بين بوتين ومنافسيه الثلاثة موسيقى مرحبا أهلا وسهلا بكم تفاصيل أخبارنا بعد قليل موسيقى قالت وزارة صحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رح ضحيتها تسعة وستون شهيدا ومئة وعشرة جرحة وزارة الصحة وفي بيان لها الخميس أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى واحد وثلاثين ألفا وثلاثمائة وواحد واربعين شهيد وأكثر من ثلاثة وسبعين ألف جريح منذ السابع أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإصعاف والدفاع المدني إليهم استشهد ستة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات ليلة الثلاثة إلى الأربع برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في مدينة غزة وأفدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على تجمع للمواطنين عند دوار الكويت في غزة أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية ما أدى إلى استشهاد المواطنين الستة وإصابة ثلاثة وثمانين آخرين على الأقل جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة كما استشهد مواطنون على الأقل وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمال القطاع أعلنت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نروى استشهاد واحد من موظفيها على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للمساعدات في مدينة رفح وقالت الوكالة في بيان لها إن القصف الذي طال مركزا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب غزة خلف أيضا إصابة 22 آخرين فيما جرى نقل جثة من الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح حرام إحنا مؤسس دولية يعني إحنا عكل هاد عشان الناس ربطان نروح إنهم في دورنا ليه الانهار في الشغل ليه الانهار في الشغل عشان خدمة اللاجئين حرام طلع هذا مش منزه هذا بنوديه كله اللي كيف يقول لكبار السن والأطفال هذا إيش هاد حرام إحنا في مقار يعني محمي دوليا مع مرفومة هاد كيف طيان إحنا إحنا إذا يجري يجري لقصف مكان زي هذا إحنا نحميها ناس عزل إحنا يعني إحنا جاين نسلم النازحين هنا جاين نسلم النازحين جاين في ناس من الشمال من كل جاين يتسلم يعني هذا مقار الأمم المتحدة لازم يكون هنا في حماية له أحنا نطرد إحنا شغالين هنا بحماية الأمم المتحدة قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن آلافا من ذوي الأمراض المزمنة والخطيرة في غزة ومنهم مرضى الفشل الكلوي يواجهون حكما بالموت البطيء في خضم جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين المستمرة في القطاع منذ السابع أكتوبر الماضي الأورو متوسطي أكد في بيان له أن من بين ألف إلى ألف وخمسمائة مريض بالفشل الكلوي تتفاقم حالتهم الصحية بشكل حاد بفعل نقص الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية في أنحاء القطاع مع انهيار المنظومة الصحية ما بين ألف إلى ألف وخمسمائة مريض بالفشل الكلوي تتفاقم حالتهم الصحية بشكل حاد بفعل نقص الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية في أنحاء قطاع غزة إضافة إلى أزمات تلقي العلاج مع انهيار المنظومة الصحية والضغط الهائل على المستشفيات وتعطل عمل غالبيتها بفعل التدمير والحصار وانقطاع الكهرباء والوقود والمياه النظيفة ما أدى إلى وقف تقديم خدمات الغسيل الكلوي الدورية للمرضى قال مسؤول المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي نيزلينار تشيتش الخميس إن هناك مناطق في غزة عاني فعلا من المجاعة حذرا من خطر امتدادها إلى القطاع بأكمله وفي مؤتمر صحفي له دعا المسؤول الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي لفتح مزيد من طوءن الطرق لتوصيل المساعدات مؤكدا أن الإنزال الجوي للمساعدات أو تدشين ممر بحري لن يغني عن فتح المزيد من الطرق البرية إلى ذلك طالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي بفتح معابر إضافية إلى جانب الممر البحري من قبرص حتى يتسنى وصول مساعدات أكبر إلى داخل قطاع غزة وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في منشور له عبر منصة إكس إنه يجب السماح بوصول المساعدات إلى غزة بما في ذلك الشمال وتخفيف القيود بشكل عام وفق تعبيره هذا وصدق البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة تعطيل الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وندد القرار بمهاجمة جيش الاحتلال قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع كما دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وخلال جلسة مناقشة القانون طالب نواب بالبرلمان الأوروبي بالوقف الفوري للحرب في غزة وبوقف عاجل ودائم لإطلاق النار محذرين من خطر المجاعة في القطاع كما طالبوا برفع الحصار عن غزة وبالفتح الفوري لكل المعابر لمرور الصلاع والمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة بين الركام وعلى الأنقاض يقضي أهالي غزة أياما وليالي أو أيام وليالي الشهر رمضان يحصلون على الطعام بشق الأنفس في ذل شبح المجاعة الذي يخيم على القطاع المحاصر جراء سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال بحق الأهالي إفطار بين أطلال المنازل المدمرة بطعم الحزن والفقد هكذا يقضي أهالي غزة هذا العام يومياتهم مع الشهر الفضيل الذي يختلف عن سابقه بعدما حولت صواريخ الاحتلال مدنا بأكملها إلى خراب مفيش حاجة في رمضان نقدمها للعيال لأكل، لحوم، زفر، أي حاجة نقدمها للعيال اللي حتى يقوتوا فيها مفيش إحنا عايشنا على الشهر بها على المعلبات، على علبة فول، على علبة لانشن بدناش، إحنا تعبنا، مردنا من اللانشن، من البقليات هذه كلها فتعبنا منها الغزاويون استقبلوا الشهر الفضيل على غير العادة وكلهم وجع وحصر عن ذكريات ألفوها في شهر الصيام وأجوائه التي كانوا يعيشونها استذكروا مدنهم المدمرة وأحبة فقدوهم خلال العدوان رمضان اللي فات كانت أحباي وجراني عندي كنا بنقعد وبنصر الرمضان هذا لا في أحباب ولا في جراني كلهم راحوا، كلهم راحوا في الشغل أنا وبعض الأطفال هدولوا قاعدين وهينا في البيت والله يعلم ما يصير فينا كمان وأما النازحون من شمال غزة إلى أقصى جنوبها فتلك مأساة أخرى استفحلت خلال هذا الشهر استقبلوا رمضان بإصوم سابق فرضه العدوان مأساة تخفي التحدي الكبير الذي واجهه المتطوعون وناس كثير نزحت إلى مدينة طفح مدارس وخيمات نازحين لا يجدون طعام ولا شراب إلا أن يخصدوا هذه التكية التي تقوم بصنع الطعام لهؤلاء النازحين المشردين الذين هم في حاجة إلى الطعام والشراب رغم القصف والحصار والتجوير يأبى صوت الأذان إلا أن يصدح عاليا من بين ركام مساجد غزة المدمرة ويحرص الفلسطينيون على أداء صلاة الترويح قتل الاحتلال بهجة رمضان في غزة المهدد بالمجاعة في ظل حصار خانق وأدوان همجي فرغم تكرار الدعوات لوقف الإبادة يتمسك الكيان بخطته لاجتياح رفع أين يتكدس مليون ونصف مليون نازح في ظروف أقل ما يقال عنها إنها كارثية دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجماهير والمؤسسات العربية والإسلامية إلى أن تكون جمعة يوم غد وكل أيام شهر رمضان ميدانا وحراكا عارما ومتواصلا وتصعيدا في الساحات والميادين وفق تعبيرها حماس وفي بيان لها الخميس شددت على أن الاستجابة لهذه الدعوة هي انتصار ودعم لصمود الشعب الصحر الفلسطيني في قطاع غزة وتضحياتهم ومقاومتهم كما دعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال نحو المسجد الأقصى والرباط فيه ومنع كل محاولات الاحتلال تدنيسه وفرض مخططاته العدوانية على حد وصفها قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعي الهنية إن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان دعيا لإدارة الأمريكية إلى بذل جهود مضاعفة لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة في الشمال وأضاف هنية في تصريح أن حماس ترتكز في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة حسب تعبيره مؤكدا أن الحركة تسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على الفلسطينيين لافتا إلى أن الفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة الاحتلال عن تعنتها موقف بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق والإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال الميدان والمفاوضات خطان متوازيان وترتكز الحركة في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا والفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها الضفة تتعرض للتنكيل بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا لكني أقول بأن كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح هذا وأشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بما وصفته الموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة الذين رفضوا بحسم التجاوبة مع مخططات الاحتلال الصهيوني الهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني حماس في بيان لها أكدت أن هذا الموقف الأصيل لعائلات وعشائر غزة يثبت وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر كصمام أمان للجبهة الداخلية وحماية ظهر أبنائهم في المقاومة حسب وصفها جددت الجزائر تنديدها بالإبادة الجماعية الممنهجة من قبل الاحتلال الصحيوني في قطاع غزة وأكد المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجناف رشيد بلادهان خلال الدورات التاسعة والثمانين للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين أكد أن الجزائر تجدد نداءها للمجتمع الدولي كي يضغط ويرغم الاحتلال على احترام مبادئ القانون الدولي مما لا شك فيه أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد اليوم من بين أكثر المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار حيث أن المجازر المرتكبة من قبل المحتل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية تعد خير مثال على ذلك إن الوفد الجزائري يغتنم هذه المناسبة للتنديد بالإبادة الجماعية الممنهجة المقترطة في فلسطين وتوجه نداء المجتمع الدولي للضغط بكل ثقاله لإرغام القوة المحتلة على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني أقر قادة ميدانيون صحاين بالمتاعب الكبيرة التي تواجه جيش الاحتلال في الميدان أمام المقاومة أمر أشعل موجة غضب في الداخل الصهيوني بسبب الفشل الميداني فشل يتزامن مع تفاقم الانقسامات داخل حكومة الاحتلال الصهيوني قوات الاحتلال الصهيوني تذوق مر المعارك في قطاع غزة ليس تخميناً وقد شاهد شاهد منهم يقول قائد لواء الكوماندوس في جيش الاحتلال عمر كهين لصحيفة أريتس العبرية إن القوات تخوض معتركاً بحي حمد في خان يونس لم تشهده غزة في مكان آخر إقرار يوحي بحجم المتاعب التي تواجه قوات الاحتلال رغم الأفضلية اللوجستية نحن في مدينة حمد لقد خضنا هنا قتالاً لم نشهده في أي مكان آخر في القطاع حتى الآن حماس لديها قدرات أكبر لإدارة القوات هنا هذا واضح في القتال الذي دار خلال الأيام القليلة الماضية الحي مليء بالمقاتلين الفلسطينيين والعتاد القتالي الأكثر تقدماً بما في ذلك المتفجرات عالية المستوى التي تم استخدامها ضدنا وقال اعترافات تلك كان كبيراً في الداخل الصهيوني بالفضيحة وصفت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية تصريحات قائد الفرقة 98 لأنها توحي بالفشل في الحرب الخطاب الذي ألقاه قائد الفرقة 98 أمس ليس أقل من فضيحة لقد أعطى دروساً حول فقدان السيطرة وهي المشكلة التي تصاحب الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي بالتوازي مع متاعب جيش الاحتلال في الميدان تتفاقم الانقسامات داخل حكومة الاحتلال لعل آخرها تلك الواقعة بين نيتنياهو ووزير دفاعه يؤف جالانت يحذر نيتنياهو جالانت من تعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب عدم تقديم قانون التجنيد الجديد للتصويت في الكنيسة فيما يفضل جالانت التاريوتا إلى حين التفاهم مع عضو مجلس الحرب بني جانت المعترض على استمرار إعفاء المتدينين من الحريديم من التجنيد وفق القانون الذي يشكل وجهاً آخر لحدة الانقسامات بين قادة الاحتلال كلف رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء الخميسة دكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشر وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي الفلسطيني وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية المصدر أكد أن رئيس الوزراء الجديد كلف بقيادة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة ويأتي تعيين محمد مصطفى الذي كان يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق محمد أشتي نهاية فيفري موسيقى بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بأديسابابا في جمهورية أثيوبيا للمشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المزمع عقدها الجمعة وتنعقد هذه الدورة الاستثنائية تحت رئاسة موريطانيا وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة القارية ومن المنتظر أن تنصب أشغالها حول آلية انتقاء وانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك تحضيرا للاستحقاق الهام المرتقب بداية العام المقبل والذي سيشهد انتخاب رئيس جديد للمفوضية ونائب رئيس وكذا ستة مفوضين مكلفين بمختلف الملفات البارزة في الأجندة القارية شارك وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائرية يسين وليد في اجتماع وزاري للوزراء الأفارق المشاركين في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بمدينة كيبتاون في جنوب أفريقيا بيان للوزارة أوضحان الاجتماع تمحور حول تعزيز فرص التعاون الأفريقي في ريادة الأعمال حيث عرج الوزير يسين وليد على المنجزات التي تم احرازها على المستوى القاري على اغرار اعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة المعتمدة خلال الدورة السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي مؤكدا أن تسهيل حركة المواهب في أفريقيا وتسهيل ولوج رواد الأعمال الأفارقة إلى الأسواق الأفريقية وتأسيس صندوق لصنادق الشركات الناشئة في أفريقيا خطوات من شأنها فتح آفاق كبيرة للمقاولاتية في القارة أكد رئيس أركاني الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنغريحا أن تنوع التهديدات والتحديات المعترضة يفرض على الجيش الجزائري المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العملياتية والمتابعة المستمرة للتطور الأوضاع الأمنية بالمنطقة فريق أول شنغريحا في كلمة توجهية ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش قادته الخميس إلى مقر قيادة القوة البرية شدد على ضرورة إلى أهمية القصوى للتحكم الأمثل في منظومات الأسلحة والتكيف مع التطور الذي تشهده فنون الحرب الحديثة إن تنوع التهديدات والتحديات التي يجب علينا مواجهاتها تفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العملياتية لقوام المعركة لدينا والمتابعة المستمرة للتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة وتحذير القوات بالسرامة المطلوبة ومضاعفة التمرين بمختلف المستويات من أجل التحكم الأمثل في منظومات الأسلحة الموجودة في الحوزة وتكيف أداء مستخدمين مع التطور الهائل الذي تشهده فنون الحرب الحديثة رئيس أركان الجيش الجزائري شدد في السياق أيضا على ضرورة العمل على الارتقاء بأداء الجيش الجزائري إلى الآفاق التي هو جدير ببلوغها المنظور بالذات وفي ذي القيادة والدعم والتوجيه السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني فإنه يتحتم على مستخدمين العسكريين بكافة فئاتهم ومستوى مسؤولياتهم أن يثبتوا فعليا وميدانيا وبشكل منموس قدراتهم على الارتقاء بأداء الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني إلى المستوى الذي يليق به وأن يبذل كل ما في الوسع من أجل السمو بمستوى إلى الآفاق التي هو جدير ببلوغها وهذا يستلزم بالتأكيد وعي الجميع ودون استثناء بأن المسؤولية تكليف وليس التشريف وليس التشريف وأن المهام الموكلة لا بد لها أن تنفذ بالسرامة المطلوبة وأنه لا منصة من بلوغ الأهداف المسطرة ولا خيار لنا سوى رفع التحديات المعترضة وكسب رهاناتها وقعت مجموعة سونتراك الجزائرية وشركتها إني وإكونار على بروتوكول اتفاق لإعادة بحث أنشطة استكشاف وتقدير وتطوير إمكانات منطقتين إن صالح وإن أمناس اعتمادا على المشاءات القائمة بيان لسونتراك أوضح أن الخطوات تجسد إرادة الأطراف في تعزيز شراكتهم وتوسيع تعاونهم حيث يحدد بروتوكول الاتفاق إطار التعاون بينها بهدف إبرام عقود للمحروقات في المناطق ذات الاهتمام التي تم تحديدها في إن صالح وإن أمناس المصدر ذاته أضاف أن مجموعة سونتراك وشركتيها يستغلون حاليا الرقعة التعاقدية وذلك في إطار عقود الشراكة الموقعة في ديسمبر عام 1995 وجوان من عام 1998 جددت الجزائر دعمها لجهود المفوضية السامية للاجئين الرامية إلى دعم اللاجئين والنازحين قصرا وقال المندوب الدائم للجزائر رد مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجناف راشيد بلادهان خلال الدورة التاسعة والثمانين للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين قال إن مشاركة الجزائر في المنتدى الثاني للاجئين المنعقد شهر ديسمبر المنصر دليل حي على رغبة الجزائر القوية في توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة يجدد وفد بلاده دعمه للعمل الذي تقوم به مفوضيتنا الرامي إلى دعم اللاجئين والنازحين قصرا حيث تشكل مشاركة الجزائر في المنتدى الثاني للاجئين المنعقد في شهر ديسمبر المنصر دليلا حي على هذه الرغبة القوية فمن خلال تقديم ثلاثة التزامات في مجلاء الصحة والتعليم إرساء الإطار القانوني والدفاع عن حقوق اللاجئين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة تثبت الجزائر مرة أخرى عزمها على توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة أما بخصوص اللاجئين الصحراويين فقد ثمنت الجزائر رغبة المفوضية في حجد الدعم المالي المناسب لهم تطبيقا لمخطط الأمم المتحدة فيما يتعلق بوضعية لاجئي الصحراء الغربية تثمن الجزائر رغبة المفوضية في حجد الدعم المالي المناسب لها تطبيقا للمخطط الذي تم تبلورته العام الماضي من قبل الأمم المتحدة قصد الاستجابة لإحتياجات 173 ألف وستمائة لاجئ في مخيمات تندوف والتي قدرت بـ 214 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 و2025 تواصل سلطات الاحتلال المغربي سلسلة الاعتقالات في صفوف الطلبات الصحراويين بسبب أنشطاتهم السياسية والنقابية دفاعا عن الاستقلال والحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وأقدمت سلطات الاحتلال المغربي في وقت متأخر من ليل الأربعاء على اعتقال الطالب الصحراوي الحسين بوركبة حسب ما أوردته لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ونقلا عن اللجنة وحسب مصادر طلابية فإن الحسين بوركبة استهدف من قبل خمسة من عناصر الشرطة بزي مدني قاموا بإرغامه على صعود سيارة مدنية توجهت به إلى مفوذية الشرطة صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب الإسباني على قرار يطالب بيدرو سانشيز بالعودة إلى الشرعية الدولية وبعدم تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى المغرب هذا وتساءلت اللجنة عن سبب هذه الامتيازات الممنوحة للمغرب وما إذا كان لتطبيق بيغاسوس أثر على سمعة سانشيز وقراراته في قضية الصحراء الغربية هناك تساؤل يجب للحكومة الإسبانية الإجابة عليه بخصوص التفاوض مع المغرب حول المجال الجوي للصحراء الغربية كما يجب أن لا ننسى أن هذا الأمر يمس شبه الجزيرة الآيبيرية وجزر الكناري كما يجب على الحكومة أن تبلغ عن من تجسس بتطبيق بيغاسوس على رئيس الحكومة ووزراء آخرين وما هي المعلومات المستخرجة وهل كانت تمس بأمن الدولة نطالب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بالرجوع إلى الموقف الإسباني المنشود والمعهود عن الحكومات السابقة بخصوص قضية الصحراء الغربية قالت وزارة الداخلية تونسية إن ستة وثلاثين شخصا أصيبوا جراء اندلاع حريق صباح الخميس بوحدة التعبئة التابعة لإحدى الشركات بالمنطقة البترولية برادس بولايات بن عروس شمال البلاد وزارة الداخلية تونسية وفي بيان لها أكدت سيطرة على الحريق في وقت وجيز مضيفة أن فرقا تابعة للحماية المدنية مكونة من عشر شاحنات وثماني سيارات إصعاف وشاحنتين بسلم ميكانيكي توجهت إلى مكان الحادث مشيرة إلى أن المصابين تفاوتت درجات إصابتهم بين حروق بليغة وحروق من الدرجتين الأولى والثانية وهذا ولفت المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية كمال الفق انتقل إلى عين المكان لمعاينة الحادث فيما باشرت النيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث في موضوع آخر وعشية الانتخابات الرئاسية الروسية التي من المقرر أن تنطلق الجمعة وتستمر إلى غاية السابع عشر من مارس الجاري يتنافس أربعة مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق وحسب آخر استطلاعات الرأي يتجه الرئيس بوتين للحصول على أكثر من ثمانين في المئة من الأصوات وسط توقعات بأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من سبعين في المئة انتخابات رئاسية هي السابعة منذ تفكك الاتحاد الصوفيتي حدث تشهده روسيا بين الخامس عشر والسابع عشر مارس الجاري حملة دعائية مكثفة شهدتها البلاد لتشجيع الناخبين على المشاركة في الاستحقاق الذي يتنافس فيه أربعة مرشحين وهو الذي سيسمح فيه لأول مرة بالتصويت لأيام عدة كما سيسمح أيضا باستخدام الانترنت يتقدم المرشحين الأربعة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل أمام ثلاثة متنافسين هم نيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي وليونيت سلوتيسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي وفلاتيسلاف دافنكوف من حزب الشعب الجديد رئاسية تأتي في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا للعام الثالث على التوالي حيث أجري تصويت مبكر في المناطق الأربع التي سيطرت عليها روسيا في عام الفين واثنين وعشرين كما قام الجنود الروس المنتشرون في أوكرانيا بالإدلاء بأصواتهم مبكرا أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون الذين يتم تقديمهم في الخطابات الرسمية ووسائل الأعلام الحكومية في روسيا كمصدر إثارة للمشاكل ويتجلى ذلك في استدعاء روسيا السفيرة الأمريكية الأسبوع الماضي كما لم تتوانى موسكو في اتهام المنظمات غير الحكومية التي تمويلها الولايات المتحدة بنشر ما وصفته بمعلومات مضللة حول الانتخابات الرئاسية الروسية ويعتقد مراقبون أن بوتين بات في وضع أفضل الآن بفضل التقدم الروسي في أوكرانيا واستطى صدعات في الدعم الغربي لكييف بالإضافة إلى المرونة التي أبداها الاقتصاد الروسي على الرغم من العقوبات الشديدة يمكن القول إن بوتين استطاع حصد ثمار مشهد سياسي يميل بشكل كبير لصالحه إذ تشير تقارير مركز ليفادا وهي منظمة استطلاع غير حكومية إلى أن معدلات تأييده تجاوزت الثمانين في المئة هذا ودع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المواطنين الروس إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة بدءا من الجمعة إلى السابع عشر مارس للتعبير عن وطنيتهم على حد وصفه بوتين وفي مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسية الرسمية الخميس روس أكد أن أداء الواجب الوطني والمدني إنما هو من أجل مستقبل روسيا مضيفا أن المشاركة في الانتخابات تعني إظهار مشاعر الوطنية ليس عليكم الإدلاء بأصواتكم فحسب بل يجب أن تعلنوا بحزم إرادتكم وتطلعاتكم ومشاركتكم شخصية في تعزيز تنمية روسيا لأن الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل اسمحوا لي أن أكون واضحا للغاية إن المشاركة في الانتخابات هي مظهر من مظاهر مشاعر الوطنية وسكان دونباس ونهو روسيا يدركون ذلك جيدا لأنهم يصوتون لصالح الوحدة مع روسيا في أقصى الظروف وسوف يؤدون اختيارهم في الأيام المقبلة ومعنا مباشرة من موسكو لميس بن مبارك موفدة الجزائر الدولية إلى روسيا لميس مرحبا أهلا وسهلا بك بالنظر إلى أهمية هذا الموعد الانتخابي وانتهاء التصويت المبكر كيف سيكون الإقبال غدا على صناديق الاقتراع خصوصا أن استطلاعات الرأي تقول أن نسبة المشاركين ستكون مرتفعة نعم مرحبا عبد الغفور طبعا مثلما ذكرت نتواجد الآن في العاصمة الروسية موسكو تحديدا أمام مبنى الكريملين الذي يشهد حدثا انتخابيا هو السابع في تاريخ البلاد منذ تفكك الاتحاد السوفيتي ستنطلق بعد ساعات من الآن الانتخابات الرئاسية الروسية والتي ستجري خلالها عملية التصويت لأول مرة على مدار ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد إلى غاية السابع عشر من الشهر الجاري فقط أود أن أذكر عبد الغفور أن اليوم انتهت أو اختتمت عمليات التصويت المبكر الذي انطلق في الخامس والعشرين من فبراير المنصر طبعا هذه العملية انتهت مثل ما ذكرت اليوم وانطلقت مثل ما ذكرت في الخامس والعشرين فبراير المنصر طبعا هذه العملية كانت جرت خارج البلاد وفي المناطق النائية والقريبة من العملية العسكرية وهنا نتحدث عن مشاركة مقاطعات لوغانسك ونتحدث عن مثل ما ذكرت المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا أو مثل ما تتحدث أو تقول الأوساط الروسية نتحدث عن دونياتسك و لوغانسك و زابروجيا و خيرسون والتي تشارك لأول مرة في هذه الانتخابات الروسية وقد أدلأت نحو مليوني ناخب بأصواتهم خارج البلاد مثل ما كشفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية ذات اللجنة أحصد فيما سبق عدد الناخبين الروس والمقدر عددهم بنحو مائة واثنى عشر مليون وتسعمائة ألف ناخب روسي ويتنفس أمامهم على رئاسة البلاد أربعة مترشحين أبرزهم الرئيس فلاديمير بوتين كمترشح مستقل بالإضافة إلى نيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي وليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي وفلاديسلاف دافانكوف من حزب الشعب الجديد في هذا صدد مثل ما تطرقتم كان هناك خطاب للرئيس الروسي دعا فيه الشعب الروسي للمشاركة بقوة في هذه الانتخابات وهذا هو المتوقع حيث ستكون هناك مشاركة قوية وفاعلة مثل ما تتحدث هنا الأوساط الإعلامية ويأتي تأتي هذه التصريحات عبدالغفور في سياق التحديات الراهنة التي تدخل خلالها الحرب الروسية الأوكرانية عامها ثالث بالإضافة إلى الضغوط والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول الغربية على روسيا دعما لكييف وأيضا نعم نعم أشكرك جزيلا شكر لميسا بن بارك مفادة الجزائر الدولية إلى موسكو شكرا على كل التفاصيل التي قدمتها مشاهدين طبعا في سياق صمد الاقتصاد الروسي أمام حزمة العقوبات الغربية بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفريقه الاقتصادي والتي ساهمت في نمو الاقتصاد الروسي بقوة أكبر وأفضل من دول غربية ما يقوله الغرب همسا عن فشل العقوبات في حق موسكو يصرح به بوتين علنا عابثا يحاولون سوق الغرب لنجاعة عقوباته الاقتصادية على روسيا مست كيانات وأفراد ومؤسسات اقتصادية قاومت منذ أزيد من سنتين ستة عشر ألف عقوبة حتى الآن أحد عشر ألف عقوبة وأزيد من أربعة آلاف عقوبة ضد كيانات قانونية ونجحت الحكومة الروسية في مواجهة العقوبات وإدارة التذخم بفعالية إلى جانب زيادة حجم التجارة مع الصين وتوجيه مبيعات النفط الروسي نحو أسواق جديدة كما تم إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي ومئات الشركات الغربية غادرت روسيا أو قلصت أنشطتها هناك لم يغطى الدب الروسي في سباة عميق بل وجه مخاططاته بالاعتماد بشكل متزايد على آسيا وخاصة الصين حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بشكل كبير مع زيادة الواردات الصينية بنسبة 60% بفضلها تمكنت روسيا من تأسيس تدفق مستقر للسلع بما في ذلك المركبات والأجهزة الإلكترونية صبر روسي على تحمل وخازات الإبر الغربية وصمود كرسته صيدة المعارك المالية إلفيرا نابولينا مديرة البنك المركزي الروسي بعدما اشتاحت الروبل موجة دامية من التراجعات وصلت إلى فقدانه ما يقارب 60% من قيمته فقررت نابولينا اتخاذ إجراءات احترازية سريعة وذلك عبر رفع سعر الفائدة من 9.5% إلى 20% لوقف نزيف سحب الأموال من البنوك كما فرضت على الشركات الروسية شراء الروبل بنسبة 80% من العمولات الأجنبية ووضعت سقفاً لسحوبات والتحويلات للخارج بالعمولات الأجنبية غاب الغاز الروسي عبر أمبوب نورستريم وحضر في الأسواق الحرة اقتنته أوروبا بأضعاف سعره الأصلي فيما أكدت هيئة الإحصاء الأمريكية أن الولايات المتحدة اشترت في نهاية العام الماضي ما قيمته 1.2 مليار دولار من اليورانيوم الروسي وهو أقصى مستوى في كل تاريخي تسجيل الإحصائيات يفتقر الغرب إلى الشجاعة والاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية ومن المعروف أن الكثيرين من الخبراء في الدول الغربية نفسها يؤكدون على أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة إلى حد الآن قال الكريملين الخميس أن التصريحات التي أدل بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وسائل أعلام رسمية بشأن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدا باستخدامها متهما الولايات المتحدة بتعمد إخراج تصريحات بوتين عن سياقها وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن بوتين كان يجيب فقط على أسئلة الصحفيين ويعيد التأكيد على الظروف التي ستضطر فيها موسكو إلى استخدام الأسلحة النووية وتعليقا على تصريحات بوتين قالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جامبيير إن واشنطن تفهم أن الرئيس الروسي كان يعيد تأكيد على العقيدة النووية لموسكو وفق تعبيرها كان هذا تعمد إخراج شيء ما عن سياقه لم يوجه بوتين أي تهديدات بشأن استخدام الأسلحة النووية في هذه المقابلة كان الرئيس يتحدث فقط عن الأسباب التي قد تجعل استخدام الأسلحة النووية أمرا لا مفر منه هذا تشويه متعمد للسياق وعدم رغبة في الاستماع إلى الرئيس بوتين قال منتدى الدول المصدرة للغاز في تقريره السنوية الثامن أن صناعة الغاز تحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 8900 مليار دولار منها ألف ومئة مليار دولار في أفريقيا وحدها لتلبية الطلب الذي سينمو بقوة التقرير توقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي من أربعة آلاف وخمسة عشر مليار متر مكعف في 2022 إلى خمسة آلاف وثلاثمائة وستين مليار متر مكعف في عام الفين وخمسين بزيادة أربعة وثلاثين بالمئة على أن تبلغ مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي ستة وعشرين بالمئة بحلول الفين وخمسين من ثلاثة وعشرين بالمئة حاليا التقرير توقع أيضا نمو إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي العالمي بنسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة ليصل إلى خمسة مليارات وثلاثمائة متر مكعف في الفين وخمسين شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة